انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة صدمت العديدة تظهر شبابا سوريين مكبلين بالقيود يتم سحبهم وتعبئتهم في شاحنة نتحدث عن هذه الصورة التي تظهر الشباب السوري الذي يتم سوقهم بهذه الطريقة وعلى ما يبدو لأداء الخدمة العسكرية الإجبارية كما ترون فهم يسيرون مقيدي الأيدي ومربوطين على شكل سلسلة بشرية أثناء إدخالهم إلى هذه الشاحنة وفقا للمعلومات التي وصلتنا فإن هذه الصورة تم التقاطها في العاصمة السورية دمشق أمام شعبة تجنيد بمنطقة الشيخ سعد في منطقة المزة ولكن إذا ما ذهبنا إلى القانون السوري للتجنيد ما الذي ينص عليه ينص القانون بشأن تأدية الشباب السوري الخدمة العسكرية خدمة العسكرية أو ما يطلق عليه من الجانب الحكومي خدمة العالم هي إجبارية على الذكور في سن الثامنة عشر ولكن يمكن حاليا استدعاء من هم على قائمة الاحتياط حتى سن الثنين واربعين عاما نظرا لكون البلد في حالة حرب كما يمكن أن يبقى على من أتم الخدمة بالأساس تحت بند الاحتفاظ تقول وزارة الدفاع السورية أن خدمة العالم هي مرحلة هامة وأساسية في حياة الشباب ليصبح واحدا من رجال ما يعرف محليا بالجيش العربي السوري ولكن هناك من يقول أن الصورة التي تحدثنا عنها تم التلاعب بها لإضافة القيود وأن هناك صورة ثانية تظهر الشباب دون قيود كان أول من لفت الانتباه للصورة الأولى هو الناشط السوري الإعلامي أسعد حنة يكتب أسعد هذه الصورة تظهر شبابا سوريا يتم أجبارهم على الانضمام للجيش السوري انظروا كيف تم تكبيلهم بالقيود تم التقاط الصورة السبت الأول من ديسمبر يرد عليه حساب موالي الحكومة السورية يحمل اسم النمر ماذا يكتب النمر في رده؟ يقول الصورة التي تزعم أنها تظهر شبابا مكبلا يتم اقتيادهم للخدمة العسكرية هي صورة مزيفة بالكامل ولم يتم التقاطها في التاريخ المذكور تم استخدام الفوتوشوب لإضافة القيود وإليكم الصورة الأصلية ويرفق هذه الصورة مشاهدين يمكنكم النظر إليها عن قرب إذن ما حقيقة هذه الصورة؟ وهل بالفعل تم تلاعب بها لإضافة قيود أو العكس؟ معنا عبر خدمة سكايب من غازي عن تاب أحمد بريمو مدير منصة تأكد المتخصصة بالتدقيق المعلومات مرحبا بك سيد أحمد ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول هذه الصورة؟ الصورة التي تم نشرها بدون السلسلة المعدنية هي المعدلة أما الصورة التي تظهر شبان مقيدين بسلاسل هي الصورة الأصلية ولم يتم تعديلها حقيقة طيب يعني كيف وصلتم إلى هذا الاستنتاج؟ أو كيف علمتم بأن الصورة التي فيها سلاسل هي الصورة الحقيقية وليس العكس؟ نعم بداية نحن في منصة تأكد نعتمد على طريقتين رئيسيتين في عملية بحكنا وتدقيقنا وتوثيقنا للمعلومات والصور مشكوك في صحتها الطريقة الأولى هي طريقة تقنية نستعين خلالها العديد من الأدوات والمواقع مفتوحة المصدر التي تساعد في تحديد مواقع التقاط الصور وتحليلها الطريقة الثانية هي طريقة صحفية تقليدي نستعد خلالها على شهادات الشهود ومقاطعة الشهادات التي تردنها من المصادر المحلية الموثوقة خلال بحثنا عن الصورة في الصورة وتدقيقها حددنا في المرحل الأولى مكان التقاط الصورة وتوصلنا إلى النتيجة تؤكد أنها ملتقطة في منطقة المزل بالعاصمة السورية دمشق سوق الشبان التابع لشعب التجنيد في المنطقة بعد ذلك استعنى بموقع فوتو فرينزيك الشهير والذي يستخدم الأسلوب الحراري في فحص الصور لكشف التلاعب بها من خلال تحليل الميتة ذاتة أو البيانات الوصفية لصور محددة فأظهر أن الصور التي تظهر الشبان غير المقيدين بسلاسة المتلاعب بها بواسطة أحب برامج تعديل الصور مثال فوتوشوب أما الصور التي تظهرهم غير مقيدين بسلاسة هي الصورة الغير متلاعب بها فهنا توصلنا لنتيجة شبه قطعية أن الشبان الذين كانوا مقيدين فعلا بسلاسل لكننا لم نكتفي بذلك حقيقة قمنا بالانتقال المرحلة الثانية في بحثنا وهي التواصل مع عدد من المصادر في منطقة الانتقاط الصورة والعديد منهم أكدوا أن هذا المشهد يتكرر بشكل يومي شبان مقيدين بسلاسل حديدية بأقدامهم أو بأيديهم يساقون إلى ما يسمى بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية بعد اعتقالهم عن الحواجز المنتشرة بشكل كبير في العاصمة دمشق وتجميعهم في مركز السوق الذي تم إلدقاط الصورة من أمانه شكرا لك تحدثنا المنغازي عن تاب أحمد بريمو مدير منصة تأكد المتخصصة بتدقيق المعلومات ترجمة نانسي قنقر